لو مش قادرة سامح زوجي في خيانته الزوجية على الشات لان هي وصلت الى الزواج في الشات زي كلمة زوجتك نفسي وقال لها قبلت وبعد كده الغدر لما قال لها انا هاوه مراتي اني قطعت علاقتي بيك اه يعني اللي حصل اني افشته وبعد كده قال لها انا هاوه مراتي بأن انا قطعت علاقتي بيك ولكن كان ذلك اتفاق بينهم وتحدث عني بطريقة مش كويسة انا مش مسامحان هاي اعمل ايه الحقيقة في مسألة الخيانة دي شوية المسألة بتبقى معقدة ليه بتبقى معقدة لان ساعات الخيانة بتيجي على حاجة احنا بتبقى المرأة خايفة منها يعني المرأة بتبقى خايفة مسلا ان هي بعد شوية تقدم بيبقى لا خوفة عند الستات كتير او بعد شوية تحس ان هو يهنها فيه ستات تخاف من الهنة كتير او بعد شوية حس انه ان هي عبق عليه او ان هو يحسسها ان هي مش واحدة ستة وده الاكتر حاجة بتحصل في الخيانة اكتر حاجة بتحسس في الخيانة ان هو يحسسها ان هي مش واحدة ستة فيحصل ايه بقى يحصل حاجة ضخمة في حياة المرأة ان هي تحس ان هي عايشة او متجوزة حد الحد ده هو اكبر ازمة في حياتها ده اللي بيحصل للست لما بتتخان لانه عمل ايه ده اسعى الحاجة اللي بتأذيها او اللي أزيتها او اللي توجعها ف عشان تقدري تتجاوز الخيانة لازم في برنامج بندخل فيه اسم برنامج التعافي من الخيانة في برنامج كده اسمه برنامج التعافي والخيانة واحنا أظن نتكلمنا عنه في بعض الحلقات هنا فلازم تشوفيه ايه اللي حاصل في برنامج التعافي من الخيانة اللي بنحتاج ايه بقى بنحتاج مسلس كده مسلس بتنالة اضلاع اللي عشان برنامج التعافي من الخيانة انت واضح دلوقتي ان انت في مرحلة اسمها مرحلة الحزن الشديد يعني انت مش منكرة انت خلاص عرفتي وأقريتي واتصدمتي مر كل ده لكن انت دلوقتي في مرحلة الحزن الشديد ليه بقى مش قادرة تسمح يعني انت فكرتي في قراراته ومش قادرة تسمح مش قادرة تسمح لان الوجع اللي عندك بيخليك حزينة جدا فمش قادرة تسمح ايه بقى المسلس ايه مسلس برنامج التعافي ده بيبقى ايه لازم يحصل من الزوج اول حاجة انت لازم تكوني عشان تقدري تسمحي تكوني مستعدية تتلقي اللي هو يعمله يعني تشوفي مش انك انت اول ما بتشوفيه بيحصلك انك كلها بتتملي بشكل الخيانة فما بتقدريش تشوفي حاجة لكن انت عشان تقدري تسمحي تكون عنيكي قادرة تفتح شباك وتفتح باب عشان تشوف اللي هو يعمله طب هو هيعمل ايه بقى اول حاجة هيحصل حاجة اسمها الاعتراف والاعتذار الاعتراف بالخطأ والاعتذار ولازم يبقى الاعتذار ده مرضي مبشر بيفتح باب للتغيير ده اول حاجة الاعتراف والاعتذار تاني حاجة لازم يبقى فيه خطة للتغيير يعني لازم زوجك ويا ريتي اسمعني لما اقول الكلام ده لازم زوجك يعمل خطة للتغيير تغيير علاقته بربنا وبنفسه وتغيير علاقته بيكي وتغيير علاقته وتغيير فهمه عن الحياة التلاتة دولا مهمين جدا في خط التغيير لازم تتعمل خطة التغيير ودي ممكن تعملوها مع بعض وممكن يعملها ويعرضها عليك دي تاني حاجة والخطة دي خطة دقيقة لازم الإنسان يعملها بشكل صحيح الضلع التالت بقى في برنامج التعافي من الخيانة هو تقدير المشاعر إنه ما يستعجلكيش ما يفضلش يلحي عليك ما يملش ما ينتقدش ما يبقى وابخش ما يشتكيش لإن أنت ما بتبقيش عارفة إمتى حتى تتعافي البرنامج ده لازم يكون برنامج محطوط بعناية وممكن تعملوها مع بعض لو كان القوة العلاقة تسمح لكم أنتوا تعملوها مع بعض وإذا ما كنتوش هتقدروا لأن العلاقة تهزة كبيرة أنتوا محتاجين لحد يساعدكم لخبير يساعدكم إزاي تقدروا تصمموا برنامج التعافي من الخيانة ده بناء على القواعد التلاتة اللي أنا ذكرتهم والمحاور التلاتة اللي أنا ذكرتهم أول حاجة الاعتذار والاعتراف بالخطأ تاني حاجة خطة تغيير تالية حاجة تقدير المشاعر ساعتها المسائل هتكون صحيحة وساعتها المسائل هتقدر تتجاوز أو تتعافي من الخيانة بس لازم يكون الطريقة دي هي اللي ممكن نوصل بها للتعافي من الخيانة